اهلا بكم الى موجز الاخبار من يمن شباب يسود هدوء حذر مدينة الحديدة لليوم الثاني على التوالي تزامنا مع دعوات وضغوط دولية شديدة على الشرعية والتحالف لوقف القتال وقالت مصادر ميدانية ان الهدوء يرافقه انتشار واسع للمليش الحوثية وسط مدينة الحديدة وشن حملة مداهمات واختطافات لنشطاء وشبان في عدد من الاحياء السكنية في المدينة هذا ووصل مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي ومعه منصقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن ليزي جراندي الى مدينة الحديدة مع احتداد من المواجهات وتقدم قوات الجيش الوطني لاستكمال السيطرة على المدينة وكانت تحالف العربي نفى اطلاق هدنة مع المليشيا غير ان سريان الهدوء في جبهات القتال يتيح للحوثيين اعادة تموضعهم واستغلال الضغط الدولي لصالحهم شنت مقاتلات التحالف العربي قصفا جويا استهدف مواقع للمليشيا الحوثية في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة مصادر محلية افادت ان المقاتلات شنت عدة غارات على مواقع للمليشيا في مديرية سحار ومواقع اخرى متفرقة في مديرية شدة واكدت المصادر تكبد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتد كشف رئيس هيئة الاركان العام الفريق ركن بحر عضل النخع عن ترتيبات لأقامة مناورات بحرية مع القوات البحرية لكوريا الجنوبية في المياه الاقليمية اليمنية باتجاه ميناء نشط في محافظة المهرة واشار الفريق النخع الى ان موافقة البحرية الكورية على المشاركة في تدريب مشترك رسالة للعالم ان المياه الاقليمية اليمنية اصبحت شبه امنة كما كشف عن ترتيبات لتنفيذ تمرين مشترك تحت اسم النجم الاحمر سيتم تنفيذه في يناير المقبل مع القوات البحرية للدول المطلة على البحر الاحمر وستشارك الحكومة اليمنية بزوارق وافراد في التمرين قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ان مسئولية كبرى تقع على عاتق المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ومن ضمنهم البريطانيون من اجل تنفيذ القرار الاممي رقم اثنين وعشرين ستة عشر بما من شأنه مصلحة اليمن واليمنيين وارساء السلام والامن الدوليين واكد خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت ان انقلاب الحوثي تجاوز اضرار اليمن او اضرار اليمنيين الى تهديد الامن الاقليمي والدولي من جانبه اكد الوزير البريطاني دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة وحرصها على ايجاد حل سلمي للازمة اليمنية لتخفيف المعاناة الانسانية لليمنيين قالت وزارة الخارجية البريطانية ان الوزير جيرمي هانت عاد بعد ان عقد اجتماعا او اجتماعات في كل من الصعودية والامارات بشأن الوضع في اليمن في حين تواصل المملكة المتحدة المحادثات مع الشركاء حول سبل دعم مجلس الامن لعملية سياسية تؤدي الى تحسين الاوضاع الانسانية واضافت انه يجري النظر جديا في مجموعة من الافكار السياسية وتدابير بناء الثقة التي تتيح بدء المحادثات السياسية اليمنية في السويد بحلول نهاية نوفمبر واشارت الى ان التحالف يوافق على الاجلاء الطبي للحوثيين وفق شروط متفق عليها لم تفصح عنها قال وزير الثروة السماكية اليمنية فهد كفاين ان سفنا ايرانية مساندة لمينيشيا الحوثي تقوم باعمال استخباراتية وعسكرية في منطقة البحر الاحمر وتمنع الصيادين اليمنيين من النزول الى البحر والقيام بعملية الصيد واكد كفاين في تصريح صحفي ان عشرات الصيادين اليمنيين تعرضوا للخطف والاخفاء القصري من قبل السفن الايرانية التي تساند الميليشيا في البحر الاحمر خاصة في المناطق الواقعة قبالة السواحل التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيا بذريعة ان تلك المناطق عسكرية نفذت رابطة امهات المختطفين والمخفيين قصرا بمحافظة عدن اعتصاما امام منزل وزير الداخلية احمد الميسري وذلك احتجاجا على استمرار اعتقال واخفاء العشرات من ابنائهن في سجون المحافظة وقالت الامهات انهن يعانين الامرين جراء اعتقال واخفاء ابنائهن من جهة ومماطلة الجهات الحكومية والتي وعدت بالافراج عنهم من جهة اخرى نهاية الموجز دمتم ودام اليمن بالف خير الى اللقاء